السلام عليكم ورحمة الله اهلا ومرحبا بكم في حصة اليوم اليوم ان شاء الله سنتعرف على بعض الاسئلة التي تستعمل بيكاترة في الحياة اليومية باللغة الفرنسية فلنبدأ على بركة الله فاول سؤال يطرح بيكاترة هو ماذا تفعل بالفرنسية نقول كيس كتوفي فكل سؤال سأعيده ثلاث مرات في المرة الاولى والتانية انصت له جيدا وفي المرة التالية اعيده معي كيس كتوفي فدائما السؤال ينتهي بعلا ما تتفهم او وممكن نقول ايضا كيس كتوفي كيف نعرفه في اللغة الفرنسية غالبا كنستعملو يعني واخر يكون غير شخص واحد كنستعملو معاه فهذه الاسئلة كاملين لابد نستعملو مع شخص اللي يكبرني سنا سوف نستعمل معه كيف نعرفه في اللغة الفرنسية كيس كتوفي كيس كتوفي كيس كتوفي كيس كتوفي ما هذا من هذا فبالنسبة الكيس كتوفي او ما هذا فكنستعملو مع غير العاقل يعني مع الاشياء وبالنسبة الاشخاص يعني العاقل فكنستعملو معه من هذا بالفرنسية كيس 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 أو ممكن نقوله أيضا كيسي كيسي داكور ما هذا كيسك سي ومن هذا كيس ماذا يعني هذا كيسك سا veut dire كيسك سا veut dire كيس ك سا veut dire كيسك سا veut dire كيس ك سا veut dire ماذا هناك كيس كي꼬 كيسك شكي كيسك شكي كيسك شكي كيسك شكي あれي ساك smellك نسم neither نسفا 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 لماذا 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 من أين أتيت كو فين دو كو فين دو أين يوجد فبنسبة هنا فاطلحتوا أن كنكتبوا أكسن يعني أفق منها أكسن غراف فأو لي فيها أكسن كتعني أين وأو لي ما فيهاش أكسن كتعني أو يعني كنستعملوها في اختيار لشوا داكور دائما لابنقول أين في السؤال فأكسن كن فيها أكسن كتعني أين كنت أين هاتفى أين هاتفى أين مون تليفن أين مون تليفن أين مون تليفن هل فهمت كما مون تليش? كما ليستهم؟ للمات أجمز Not لماذا تفعل هذا؟ لماذا تفعل هذا؟ هل قررت؟ هل قررت؟ هل قررت؟ ما هو قررت؟ هل قررت؟ ماذا تفعل في الحياة؟ ماذا تفعل في الحياة؟ لماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ فقلنا ماذا؟ ماذا تفعل؟ أين تسكن؟ ماذا تفعل في الحياة؟ 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 ويسا تفعل في الحياة؟ ويسا تفعل في الحياة؟ ايضا تفعل في الحياة؟ كيف تفعل هناك؟ كيف تفعل في الحياة؟ وفي هذا تنظر إلى الحياة؟ نتمنى الدرس اليوم تكونوا استفدتم منه وتكونوا تعلمتوا و تطرحوا أهم الأسئلة باللغة الفرنسية و لا تنسوا إذا تفعل في الدرس فشارجواها مع اصدقائكم و احبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تفعل فائدة والتلاقوا في الحصة المقبلة إن شاء الله